بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولي قناتكم الطيبة وللشعب الكردي جميعا الشعب العراقي عامة بالحقيقة استكملت اللجنة المالية جميع واجباتها فيما يخص قضية دراسة الموازنة ومشروع الموازنة وأبوابها وكل موادها وبالفعل خلصت بمسودة موازنة جاهزة للتصويت إذا ما ذهبنا سريعا باتجاه انعقاد الجلسة النيابية واجتمعت جميع الكتل السياسية لقرار هذه الموازنة بالإمكان تمريرها يوم غد ولكن في حال وجود أي خلاف يعني اعتراض من الأخوة الكرد أو غيرها سيتأجل هذا الاجتماع ويتأجل انعقاد الجلسة إلى وقت لاحق بعد هذا على كل حال المواد اللي يعدلت داخل الموازنة هي نفس المواد اللي موجودة بالاتفاق السياسي الاتفاق السياسي هي 400 ألف برميل تسلم إلى حكومة الحكومة الاتحادية وأن يكون التصدير عبر يعني عبر الشركة معلومة سميت هذه الشركة بالقانون الموازنة أن تكون شركة سومو وبالاتفاق السياسي أن يكون هناك حساب يشرف على الحساب رئيس حكومة الإقليم باللجنة المالية يرتاو أن يكون الحساب ببنك المركز العراقي وهو بنك مركزي ويكون بحساب باسم رئيس الحكومة الإقليم هو الذي يتصرف بسحب الأموال متى ما شاء أما قضية الاسترجاعات والاستقاعات العشرة بالمئة الموظفين فهذا الكل متفق عليه وحتى ما ذكرته قبل قليل أن السيدة نائبة رئيسة الكتلة الديمقراطية الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها موافقين على هذا الأمر ويعتبرون من حقوق الشعب الكردي ومن حقوق الموظف الكردي لا بأس لذلك إذن إحنا متفقين ما كنا قاد خلاف نهائيا على أن تمضي الموازنة لمصلحة العراق جميعا هذه الجانب وجانب آخر يعني إحنا نطالب رئيس الحكومة بتنفيذ برنامج الحكومي إذا ما ذهبنا لتشريح موازنة سيتعطل تنفيذ المشروع البرنامج الحكومي لا زال هناك عدم وجود الضوء الأخضر من الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك اعتراض على أصل الإضافات أو أصل التعديلات الدستورية اللي وضعتها اللزم المالية وهي موافقة للاتفاق السياسي أصلا ليست في بعيدة نهائيا عن الاتفاق السياسي سيدي الفاضل الاتفاق السياسي ما هو هو الاتفاق السياسي بحيثياته بمفرداته أن يسلم الإقليم أربعمائة ألف برميل من الإنتاج اللي موجود عنده هذا نفسيتها موجودة بالموازنة ما قلنا لا ولكن قلنا عن طريق شركة سومو شركة سومو النفط الوطنية هذه شركة النفط الوطنية هي تصدير جميع قطرة نفط إن كانت من شركات محلية شركات عالمية أي تصدير للنفط يكون عبر شركة سومو الوطنية هذه واحدة وعندنا بنك مركزي ليش نروح نفتح حسابات ببنوك دولية وأحنا عدنا بنك مركزي اتحادي إذن القضية قضية وجود ثقة من عدم الثقة إحنا اليوم إذا نقول بلد واحد ونقول شعب واحد ومصير واحد مصير العراق واحد من دخلوا داعش ما دخلوا على كردستان وتركوا أربيل ودخلوا على الموصل سيدي الفاضل النسبة الموجودة يعني بال420 ألف برميل حسب ما يقال أن نحن مطمئنين هذه النسبة موجودة الأربعمية وكسب وأكثر من هذا العدد موجود فليطمئن للإقليم وليطمئن للمركز وليطمئن للجميع إحنا هذا الانتاج المكلف الآخر اللي هو أصلا قيمة الاستخراج والانتاج ينهك ميزانية الحكومة هذا من الجانب ومن الجانب الثاني هو أسعاره باهظة يعني أنا شو يسوي بأسعار غالية وهو السوق يحكمني السوق يحكمني بأسعار محددة يعني ما وصل لي من يوم أمس من الاجتماعات اللي جرت هاي اليومين الآخرين وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يصر على قضية عدم إضافة مادة الاسترجاع الاستقطاعات للموظفين لعشرة بالمئة وأصور أن يعني هم نجحوا بهذا المسعى وأصور أنهم حذفت هذه المادة تلبية لرغبة الحزب الديمقراطي كردستان سيد الفاضل هذه المبالغ استقطعت سابقا من قبل حكومة الإقلين أما الإفاءات بالالتزامات في السنين هذه كانت موجودة يعني كان أكو إفاء بالتزام كامل في هذه المبالغ مبالغ الاستقطاعات وغيرها وهذه الحكومة غير مسؤولة عنها الحكومة الاتحادية أما أصل المبالغ فهي أصل المبالغ موجودة في إقليم كردستان سيد الفاضل 2014 ما كان أكو موازنة حتى للحكومة الاتحادية ما كان عندنا موازنة هذه واحدة الثانية ما توقفت الحكومة نهائيا كل الحكومات لا حكومة سيد دكتور عادل عبد الدكتور حيدر العبادي ولا حكومة الكاظمي ولا حكومة أي حكومة ما توقفت عن إرسال رواتب الموظفين تتأخر صحيح ولكن ما تتأخر عن ما تتمنع إرسالها هذا الجانب الجانب الثاني كل الموازنات كل الموازنات اللي أقرها الحكومة الاتحادية أرسلت حصة الإقليم بالكامل وما نفذت الفقرات اللي يضمن أن الإقليم يلتزم بالإيفاء بتزديد 250 ألف برميل سابقا بأيام كان دكتور عادل عبد المهدي هو وزير النفط وغيرها من التزامات ما أوفت إلى هذه اللحظة ما رجعت الإقليم كردستان للواردات الحدودية ولا الضرائب ولا القمارك نهائيا سيدي الفاضل في حال وجود غبن للشعب الكردستاني سننتفذ ونقول الحق أما في هذه الحالة أن الحقوق موجودة بإقليم كردستان ولم تسلب لا على العكس أنت إذا لاحظت هسا أن الإقليم كردستان كل 6 مليون 6 مليون نسمة 6 مليون نسمة مقابل بس محافظة البصرة البصرة 6 مليون نسمة وتشوف يعني حصة الإقليم ما يقارب 16 تريليون دينار وحصة البصرة 4 تريليون دينار مع المشاريع استراتيجية شوف الفارق وين أحنا وين إذا نريد ندافع عن شعب الكردستاني لما نشوفه مظلوم اليوم لما ندافعنا عن الموظفين بكردستان ده نقول لهم الاستقطاعات الريد استرجاحة وهذه الاسترجاعات لصالح الموظف الكردي هذا جزء من وفائنا للقسم اللي أديناه بالدستور أن ندافع عن جميع الشعب العراقي وجزء من الشعب العراقي هم الشعب الكردي وجزء رئيسي ترجمة نانسي قنقر